قصص كثيرة يرويها هؤلاء النازحون منذ بداية نزوحهم من مناطق الصراع وما رافقها من معاناة وصعوبة في توفير لقمة العيش هربنا من الحجيدة من الحرب لا تغذي معانا ولا معانا شيء طالبين من الضمات وطالبين الناس يرحمهم هنا محافظة المهرى التي احتضنت آلاف النازحين لم تحظى بتدخل كبير من المنظمات الإغاثية وبقى نازحها يتجرعون الويلات في الصحاري وعلى أطراف المدن دون مخيمات أو أماكن يسمح لهم بالعيش فيها باليوم نأكل وقبة وحدة يعني ما أندحنا ولا أي شيء يعني مفرض أنه هنا يقبونا يعني تغذية يقبونا يعني ملقى لأنها بطاطين يقبونا يعني فرش يقبونا كل شيء ماشي إن دحنا بيوت يعني نقعد فيها ننا نازحين وكل ساعة يوم نحن من دي الأرضية لهذه الأرضية لهذه الأرضية ونعد نسير نحن نقعقعين وينعد نروح كل ساعة قالوا لن نقوم من هنا قالوا أبيوتانا كيفة متغدقة وينعد نروح ورغم الدعوات المتكررة التي أطلقتها الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة ظلت استجابة الجهات المعنية لا ترقى للمستوى المطلوب في تخفيف معاناة مئات الأسر النازحة التي تفتقر لأبسط الاحتياجات الأساسية أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر